بيان جمهوري عاجل جدا من الرئيس السيسي للدول الافريقية وعاجل اما الدولة تأمر بضبط واحضر محمد حسيني عقوب نانشور لحضرككم التفاصيل وعاجل تدخل سريع من الحكومة لحل مشكلات المواطنين بالتفاصيل ومفاجأة تفاصيل مصر تهنئ الامارات بسبب انتخابها عضو غير دائم في مجلس الامن وبيان عاجل بشأن الحج هذا العام صلى الحبيب محمد قبل ما نبدأ فيه تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اللايك عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها ووطنيين نبدأ به تفاصيل اول خبر مهم معنا وعاجل امن الدولة تأمر بضبط واحضر محمد حسيني عقوب وقررت الدائرة الخامسة ارهاب بمحكمة جنايات امن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني المنعقدة بمجمع محاكم تورا تأجيل محاكمة 12 متهمة من عناصر داعش الارهابية في القضية رقم 271 بسنة 2021 جنايات امن الدولة طوارئ قسم بابة والمقايضة برقم 370 جنايات امن الدولة عليا والمعروفة اعلاميا بخلية داعش انبابة الى جلسة 8 اغسطس خلال الجلسة اصدرت المحكمة امرا بضبط واحضار الشيخ محمد حسيني عقوب وذلك بعد عدم حضوره للمحكمة وانتداب لجنة من الطب شرع البيان حالة الشيخ محمد حسين الصحية النئابة اسندت المتهمين تولي قيادة الجماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور وقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي واوضحت ان المتهم الاول تولى تأسيس وادارة خلية بالجماعة المسمى داعشة التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على قضاء وافراد قوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباح الدماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجرامية على النحو المبين بالتحقيقات المصدر معنا كان من صحيفة الموجز واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو سيت تعمل لايك واشتراك في القناة ريت تنزل تدعمنا تحت باللايك والاشتراك في القناة ويلا نخش على الخبر التالي انتقل لخبر اخر معنا وبيان جمهوري عاجل جدا من الرئيس السيسي للدول الافريقية الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد استعداد مصر لمسندة الدول الافريقية التي تعاني من ويلات ظاهرة الارهاب ونقل تجربتها اليها وذلك من منطلق المسئولية الاخلاقية والدينية الملقى على عاطق مصر في هذا الاطار والتي تحتم عليها تسخير كاناتها المساعدة اشقائها الافارقة في محنتهم وكذلك كونها منارة للإسلام الوسطي المعتدل في العالم ومن ثم دورها الاساسي لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الارهابية التي تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجه خاص جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمر رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر نتقل لخبر آخر معانا وعاجل تدخل سريع من الحكومة الحل مشكلات المواطنين بالتفاصيل نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في التعامل مع ورد من شكاوي المواطنين مؤخرا والمتعلقة بتأخر الحصول على مستحقاتهم المالية لدى بعض الجهات وجاء ذلك في إطار التعاون والتنصيق المستمر بين مختلف الجهات للعمل على سرعة حل وإزالة أسباب الشكاوي الدكتور طارئ الرفاعي مدير منظمة الشكاوى الحكومية الموحدة أوضح إن المنظومة تلقت شكوى من أحد المواطنين المقيمين بحي الهرم بمحافظة الجيزة يتضرر فيها من احتجاز أحد البنوك مبلغ 2000 جنيه من راتبه المحول على فرع البنك بمنطقة الهرم وضح أنه تواصل مع البنك لاستعادة أمواله دون جدوى وبتوجيه الشكوى للبنك المركزي المصري أفاد بأن العميل قدم نموزج اعتراض على المعاملة الموضحة أعلاه وبمراجعة المستندات الخاصة بماكينة الصراف الآلي تبين صحة اعتراضه وتم رد المبلغ كاملا لحسابه كما سجل أحد المواطنين شكوى من عدم قدرته على صحب معاشه المحول لأحد البنوك نتيجة إلغاء بطاقة الاعتمان الخاصة به بسبب حدوث عطل في ماكينة الصرف الآلي التابعة للبنك نفسه وهو ما دفعه إلى إنشاء حساب بنك آخر ببطاقة اعتمان جديد صرف المعاش ولكنه فوجئ بعدم الصرف على مدار شهرين متتاليين وبالرجوع إلى البنك تبين استمرار ورود التحويلات المالية المتعلقة بالمعاش على الحساب البنكي القديم بتنصيقه مع البنك المركزي المصري للعمل على حل هذه الشكوى أفاد بالتواصل مع البنك محل الشكوى ومتابعة انتخاذ كافة الإجراءات البنكية اللازمة حتى تمكن العميل من صرف المعاش بالكامل وإزالة أسباب الشكوى مصدر معنا كم من صحيفة الموجز وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتهي لخبر آخر معنا ومفاجأة تفاصيل مصر تهنئ الإمارات بسبب انتخابها عضو غير دائم في مجلس الأمن هنأت وزارة الخارجية المصرية دولة الإمارات بسبب انتخابها يوم الجمعة الماضية عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا وجاء في تغريدة للوزارة على تويتر نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ما بين 2022 و2023 خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات كان محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي قال إن انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي الفترة بين 2022 و2023 يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية وكفاءة منظوماتها الدبلوماسية وفعالياتها المصدر معانا كان من أرتي وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل لخبر آخر معانا وبيان عاجل بشأن الحج هذا العام رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالتدابير التي أعلنت عنها اليوم وزارة الحج في المملكة العربية السعودية حول قرار تنظيم الحج لهذا العام 1442 هجريا وفق تدابير صحية وإجراءات محددة وقصر أداء الحج على المواطنين والمقيمين داخل المملكة في ظل استمرار الوباء وظهور تحورات جديدة له وثمن العثيمين في بيان له قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي يأتي امتدادا لنجاح المملكة في تنظيم الحج الموسم الماضي وفق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي منذ بداية ظهور الوباء كانت وزارة الحج العمرة السعودية قالت أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل الراغبين في أداء مناسج الحج لعام 1442 هجريا على المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمال 60 ألف حاج وذلك في ظل ما يشهده العالم من الوباء وظهور تحورات جديدة له وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسج الحج خالية من الأمراض المزمنة وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 ل 65 سنة وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين المصدر معنا كان من صحيفة الموجز ربنا يرفع عننا الوباء يا رب ويجينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام الأمير من صفحيكم على الفيسبوك مصر ميديا آي إي بي وبنفس الاسم على اليوتيوب مصر ميديا آي إي بي شاء الله شوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته